موسيقى مشاهدينا الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جري حلقة هذا اليوم حلقة مميزة أخرى مع الأستاذ أحمد عصيد كاتب وباحث في الشأن الأمازيغي وأيضا ناشط حقوقي مرحبا بك مرة أخرى أهلا وسهلا شكرا حلقتنا هذه المرة عن الحريات الفردية والعوائخ خصوصا في المغرب ما هي مشكلة الحريات الفردية في المغرب؟ لماذا لحد الآن في القرن 21 لازلنا نناضل من أجل الحريات الفردية؟ مشكلة الحريات الفردية تعود أساسا إلى معضلة نشأة الدولة الحديثة في بلاد المسلمين حيث أن الأسس التي بنت عليها ليست أسسا من الطربة المحلية بل اعتبرت أسسا أجنبية مما جعل الناس يصعب عليهم أن يهضموا طمرات الحداثة وأدى هذا إلى مشكلة عويس هو عدم الاعتراف بالفرد لأن أساس الحريات الفردية هو الاعتراف بالفرد كإنسان خلاق مبدع وكصاحب مبادرة وككائن قادر على التفكير وعلى أن يقوم بتدبير مجاله وأن يختار نمط حياته بحرية هذا غير موجود في بلاد المسلمين والسبب الرئيسي هو أن في المنظومة التقافية الإسلامية ما زال يعتبر المسلمون جماعة والجماعة لا تعترف بالفرد صحيح فالمسلمون يرون أنفسهم جماعة دينية منسجمة وكل من لا ينسجم مع الجماعة يعتبر على هامشها أو ينبد أو يقتل أو يقتل يقتل إذا كان في الأصل يعتبر من الجماعة ثم قرر أن يغير فيعتبر خارج الجماعة ويقتل ولكن المسيحي أو اليهودي أو الباهي هو أصلا خارج الجماعة يعتبر على هامشها وتخصص له قوانين خاصة ويعامل معاملة خاصة مهينة ليست هي معاملة المواطن الكامل المواطنة من الدرجة الأولى فإذا مشكلة الجماعة تجعل المسلمين عاجزين عن تدبير وضعية الفرد في إطار الدولة الحديثة والدولة الحديثة تستوجب أن يكون هناك مجتمع من الأفراد يخضعون للقانون ويتساوون أمامه وهذا غير ممكن في إطار مفهوم الجماعة لأن الجماعة تعتبر أن ما يربط بين هؤلاء الناس هو رباط ديني وما يخضعون له هو سلطة الحاكم الذي يقيم الدين وهذا معناه أن الذين ليسوا على نفس الدين لا يمكن أن يعاملوا نفس المعاملة ليس لهم نفس الحقوق ليس لهم نفس الحقوق ولا يمكن أن تكون لهم نفس الحقوق وهذه معضلة الدولة الدينية سواء في أوروبا أو عند المسلمين عندما كانت الدولة دينية كانت الشرعية الدينية والشرعية المدنية كانت مفتقدة وهي التي تعطي للفرد يعني قوة أن يفرض ذاته أمام الدولة كإنسان حر فإذن مفهوم الجماعة هذا يمنعه من الاعتراف بالفرد عدم الاعتراف بالفرد أدى إلى عدم الاعتراف بحقوقه الفردية التي هي منها الحريات الفردية ومعنى الحريات الفردية هو حق الفرد في اختيار نمط حياته فيما يأكل وما يشرب وكيف يلبس وكيف سيغني أو يرسم أو يخرج مصرحيات أو يصنع أفلام سينمائية أو تلفزيونية أو ينظم الشعر بمعنى حرية الإبداع الجمالي حرية اللباس حرية التصرف في الجسد وحرية الأكل والشرب وحرية الحرية التي هي أم الحريات الفردية حرية المعتقد أن يختار حقه في أن يختار الدين الذي يراه ملائما له ويستجيب لحاجاته الروحية والمادية هذا يصعب في بلاد المسلمين وفي إطار مفهوم الجماعة ولهذا يعاقبون على كل هذه الحقوق بأنواع الأدى الذي يلحقونه بالأفراد بأنواع العقوبات خاصة منها العقوبات الجسدية والتي أقصها القتل حرية المعتقد هي التي تعطي معنى للإيمان المعنى الحقيقي للإيمان صحيح والمسلمون الذين اليوم خلل في معنى الإيمان لأن معنى الإيمان اليوم لم يعد هو معنى الإيمان بالأمس الإيمان بالأمس كان هو إيمان في إطار الجماعة التي تخضع لها فكان إيمانك مصيرياً إما أن تؤمن أو لا تؤمن فتموت لم يكن هناك خيار آخر أما الإيمان اليوم فهو إيمان فرض حر يمكن أن يتغير في اليوم الواحد يمكن أن يتغير قد يؤمن الإنسان بدين ثم يكتشف أشياء لم يكن يعرفها فيغير رأيه ويؤمن وهذه من صفات الإنسان وهذه من صفات الإنسان كما أنها مرتبطة بمعنى الحرية في ربطها بالحق في الاختيار في المجتمع الإسلامي لا يمكن الحديث عن الحق في الاختيار لأنك محكوم عليك بالإسلام منذ ولادتك الدولة المغربية مثلاً تعتبرك مسلماً بالفطرة ويستعملنا مفهوم الفطرة الإسلامي لكي يعتبروا أنك مسلم بحكم الدولة ولهذا ستلاحظ مسألة في القانون الجنائي لا يقال يعاقب من هو مسلم وضبط كده قالوا له من عريفة لا من اعتبر مسلماً يقال من عرف أو اعتبر مسلماً لماذا؟ لأنك مسلم لأن الدولة تعتبرك ذلك وليس لأنك اخترت هذا الدين عندما تقرر أن تغير دينك ماذا يعني ذلك بالنسبة للدولة؟ يعني أنك قررت أن تخرج عنها بينما أنت لم تخرج عن الدولة أنت لك بطاقة جنسية وأنت موظف مثلاً تعمل يومياً لصالح هذه الدولة وترعى مصالحها وأنت مستعد للدفاع عنها في المنتظم الدولي وأنت موت من أجلها إذا كان هناك احتلال أو استعمار أن تضحي بنفسك من أجلها أنت مستعد لكل هذا ورغم ذلك تعتبرك الدولة خارجها وخارج الجماعة لأنك خرجت عن دين أغلبين لأنك خرجت عن الدين الذي تحتكره الدولة وتعبت به في المجال السياسي وهذا هو بيت القصيد مشكلة الحريات الفردية هو العبت بالدين في الدولة والاستمرار في توظيفه توظيفات سياسية سلطوية للهيمنة وضبط المجتمع وعندما تريد الدولة أن تضبط المجتمع وتتحكم فيه فهي تفرض قوانينها قوانين سلطوية والتحكم ولا تقبل بمعنى الحرية عندما ننظر في صلبة الإشكالية سنكتشف بأنه لا معنى للإيمان أصلا بدون حرية الإختيار هذا هو الذي يعطيه معنى وعند المسلمين عند المسلمين الإيمان الإكراهي والقهري بالنسبة لهم عادي لأنه هكذا تضبط الجماعة فيعتبرون هذا القهر الذي يسلطونه على الأفراد شيئا مقدسا لأنه رسالة نبيلة وأعطيك مثال حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية المتشددة والتابعة لحزب العدالة والتنمية في المغرب نعم عندما قام رجال الأمن باعتقال مسيحيين يعني مغاربة اعتنقوا مسيحية وبطرد مبشرين أصدرت بيانا تنوه فيه بالأجهزة الأمنية وهذا شيء غريب جدا كيف يمكن لمنظمة مدنية أن تطني على رجال الأمن لأنهم قهروا وقمعوا مواطنهم وطردوا أناس يمارسون نفس العمل الذي تمارسه الجمعيات الإسلامية في أوروبا وأمريكا وكل بلد العالم صحيح كيف تبتهج وترتاح وتفرح عندما تشاهد جمعيات إسلامية تنشر الإسلام في العالم دون أن يضيقها أحد وتتوفر سيولة المالية بكثرة وأنت ترفض أن ينشر الآخر دينه ويعرف به بين ظهرانيك هل هذا عدل؟ هل هذا عدل؟ هل يقبل العقل هذا؟ بالطبع لا إنه غير مقبول ولكن عندنا في بلاد المسلمين للأسف أشياء قبيحة تزين على أنها جميلة ومقدسة لأنها تهدف إلى شيء واحد هو إقامة الدين ماذا عن الحكومة نفسها؟ مثلا المغرب يمول مساجد في فرنسا ويبعث مرشيدات ويبعث أئمة وعمل هؤلاء ليس محصورا بين المغاربة فقط لأن لو جاء عندهم فرنسي أو أي أوروبي لا أشهروا إسلامه في نفس المسجد ولا ساعدوا على التفقه في الدين الإسلامي ولا أعطوه قرائين وعطوه مطبوعات إسلامية لكن الدولة نفسها تمنعها ممارسة هذا الأمر في بلاد المغرب بالطبع لأن هناك أزمة عقل إسلامي في عصرنا الشخصية الإسلامية مصابة بعطب بسبب فشلها في إنجاح مشروع التحديد من الداخل أي من التربة المحلية فشل مشروع التحديد في البلدات الإسلامية لأسباب أولها هو أنه إن بنت بعد مضي الاستعمار وبداية الاستقلال إن بنت أنظمة استبدادية بمختلف أشكالها أنظمة عسكرية متغطرسة أنظمة الحكم الفردي أنظمة العائلات الأوليغارشية كل أنواع الأنظمة السيئة وجدت في العالم الإسلامي بعد المرحلة الكولونيالية واستعملت الدين بكتافة من أجل شرعية مفتقدة عندما تفتقد الأنظمة الشرعية الديمقراطية شرعية العصر تلجأ إلى وسائل أخرى لتعويض الشرعية الغائبة وهي الشرعية الديمقراطية استعمال هذه الأنظمة للدين أخر وأدى إلى تعطر مسلسل تحديد في العالم الإسلامي هذا العام الأول العام الثاني هو ظهور البترول في جزيرة العرب هذا من أكبر عوامل التخريب في الحضارة المعاصرة نعتبر نقمة هو لعنة بكل معاني الكلمة أن يكتشف البترول في جزيرة العرب فتظهر أشباه إمارات ودول فهي ليست دولاً بالمعنى الحقيقي وتغتني وتقرر عوضة استعمال المال في استنبات حضارة يتم استعمال المال من أجل تصدير التخلف السعودية مثلاً قررت أن تنشر الوهابية المتطرفة والبدوية عبر العالم وتنفق ملايير الدولارات سنوياً من أجل ذلك بعد 30-40 سنة نشاهد الكاريتا في ألمانيا في بلجيكا في هولندا أما في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في حدث ولا حرج إذن اكتشاف البترول عند قوم بدون مشروع حضاري يؤدي إلى خراب العمران بتعبير ابن خلدون العام الثالث هو ظهور الإخوان المسلمين في مصر ماذا فعل الإخوان؟ قاموا بعمل تخريب خطير في العقل الإسلامي لأنهم أجهضوا مشروع نهضة من داخل المرجعية الإسلامية كان محمد عبده والأفغاني والكواكبي يحاربون الاستبداد على أساس الدين وكانوا يريدون التأسيس لنهضة إسلامية انطلاقا من المرجعية الإسلامية ولكن ما على اعتراف للغرب بتفوقه في العلوم وفي العقلانية وفي حرية وفي البنيان المدني وفي هيكلة الدولة وغير ذلك وأنت تجد في نصوص هؤلاء إعجابا كبيرا بالتجارب الديمقراطية الغربية جاء الإخوان لينكروا أن الغرب متفوق وليقولوا الغرب منحل وقبيح ونحن لدينا كل شيء زعماء الإصلاح الأوائل كانوا يريدون الانطلاق من الإسلام مع القيام بانتقاء لبعض العناصر كما نقوم نحن في الأمازيغية بانتقاء العناصر الإيجابية والعناصر السلبية في طراتنا نقول إنه لا يصلح إلا لشيء واحد هو الموت والانتصار لأنه ليس في صالحنا ليس إنسانيا كان مرتبط بالسياق قبلي أو خاص زعماء الإصلاح كانت لهم هذه القدرة على انتقاء عناصر ميرة من الفكر الإسلامي من أجل مزجها بعناصر منهض الحضارية الأوروبية والانطلاق فجاء الإخوان فأجهدوا هذا المشروع الكبير وأفقروه وأفرغوه من داخله وصنعوا تنائية الشر والخير الغرب شر ونحن الخير وعلينا أن نتصادم ونحارب لكي ينتصر الخير فكانت هذه أخطر دعوة إلى الكراهية نبعت في بداية القرن العشرين بعد أن كنا في بداية نهضة أصبحنا في نكسة حقيقية والآن نشاهد آتار المد الإخواني وما أحدثه في العقول من خراب كبير لأن هناك ممانعة ضد التقدم ممانعة ضد كل مظاهر الحضارة الإنسانية ممانعة ضد القيم الجميلة التي هي مكتسبات عصرنا هذا ثم هناك أيضا عامل آخر هو ما يتعلق بالسياسة الخارجية لأمريكا وللغرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هذا ساهم في تأجيج النقمة ضد الفئات الشعبية التي استعملها المتشددون تم استغلال القضية الفلسطينية بسبب السياسات المتبعة من طرف الغرب في مساندة إسرائيل وعدم إيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية لكي تقوم دولة للفلسطينيين مستقلة وهذا شعب يستحق أيضا الحرية وأن تكون له دولته أدى هذا إلى استغلال الفاحش لهذه القضية في تأجيج النقمة ضدها وتم تحويلها إلى صراع ديني تماما أنت بقى مسألة سياسية هي قضية سياسية وتحولت إلى قضية دينية وتم التلاعب بالدين فيها بشكل يعني يخلق الكراهية بين الناس ولدرجة أنك تجد اليوم في المغرب الناس يخلطون بين إسرائيلي ويهودي واليهودي المغربي يعامل معاملة غير سليمة لأنه يهودي ويخلط الناس وهذا الخلط غير مقبول نهائيا ولكن سببه استعمال الدين في أشياء ليست للطبيعة الدينية عودة إلى مسألة الحريات الفردية في المغرب دعني أختار بما أني مسيحي مغربي دعني أختار مشكلة المسيحيين المغاربة رغم أنها جزء من المشكلة الكبيرة المسيحيين المغاربة من منذ أن تعرفت على المجموعات المسيحية المغربية داخل المغرب وأنا أسمع عن اعتقالات هنا، مضايقات هناك، حتى دخول للبيوت بعنف دون إدن، حتى السجن، أحكام إلى أخي غير ذلك ما هو سبب العداء تجاه المسيحية رغم أنها رسميا يقولون الأديان الثلاث والأديان السماوية ونحن نحترم كل الأديان والدعوة للحوار بين الأديان يعني هي حتى ليست أديان أخرى رغم أني ضد الاعتداء على أسحاب الأديان الأخرى حتى لو كانت بودية وكانت أي شيء آخر فما سبب هذا العداء؟ السبب الرئيسي هو ما ذكرناه من استعمال الدين في الدولة بطريقة لا تتلاءم مع الدولة الحديثة الدولة الحديثة تستوجب أن ترعى الدولة الديانات المتواجدة في المجتمعية أن ترعاها بشكل محايد بمعنى أن تتخذ نفس المسافة من المواطنين المختلفة في الديانات وأن لا تتدخل لتفرد دينا وتعاقب على دين إذن هذا هو المنظور نحن نعتمد الدين في الدولة بالطريقة السابقة مع العلم أن الدولة حديثة بمعنى منذ 1912 عرف المغرب الدولة الحديثة الماريشال ليوطي أرسى أسس وبنيات الدولة الحديثة في المغرب ولكنه احترم المخزن التقليدي أي النظام الدولة التقليدي عندما جاء الاستقلال وردنا دولة مزدوجة بوجهين وجه تقليداني هو المخزن ووجه حداتوي هو حكومات برلمان الجمعيات كذا تنظيمات قوانين محاكم وضعية إلى غير ذلك فإذن هذه الازدواجية هي التي تخلق السلوكات التي ذكرت ففي خطاب الدولة هناك شعارات براقة وجميلة لأن تلك الشعارات هي نتاج أجهزة الدولة الحديثة مثل الدستور لكن في الممارسات العملية تجد الوجه الآخر للدولة اللي هو الوجه التقليداني وماذا يعتبر هذا الوجه التقليداني؟ يعتبر أن دور الملكية في المغرب هي الحفاظ على التوازنات ومن أجل الحفاظ على التوازنات لا بد من الحفاظ على الاستقرار من أجل الحفاظ على الاستقرار لا بد من قمع هذا وضرب ذاك وإبعاد هذا لكي لا تقوم الفتنة لأنهم يعتقدون بأن التعددية الدينية تؤدي إلى تشتيت وحدة البلد وهذا غير صحيح والصحيح هو أن المشكل هو في طريقة نظرة إلى التعددية وطريقة تدبيرها قد تكون لديك تعددية دينية فتقوم بتدبيرها بعقلانية وكل واحد يجد حقوقه ويبقى الناس إخوة ويتعاملون بأخوة وأنت تربيهم داخل المدرسة على ذلك في المغرب لم يحدث هذا نحن نربي أطفالنا على أن الحقيقة واحدة وعلى أن الإسلام أفضل الأديان ولا يوجد دين صحيح على الإطلاق سوى الإسلام وأن من آمن بدين آخر فهو منبوذ ومرفوض ولن يقبل منه أي دين آخر غير الإسلام نربي أبناءنا على نبذ الآخر وعدم الاعتراف به وقمنا أيضا داخل المنظومة التربوية باحتواء منظومة حقوق الإنسان وتحريف مضامينها وإعطائها دلالات مخالفة لدلالاتها الأصلية وسأعطيك مثال مفهوم التسامح في المقرر الدراسي المغربي ندرس التسامح على أنه التسامح مع أخيك المسلم والتسامح في الأمم المتحدة وفي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفي جونيف وفي كده وفي المرجعيات الأدبية الحقوقية التسامح هو أن تحترم الإنسان الآخر وتعتبر أنه يمكن أن يكون قيمة مضافة لك وأنه يمكن أن تعطيه وتأخذ منه هذا التبادل الإنسان العميق هو معنى التسامح وتكملة لما قلت هو تحريف مضمون حرية المعتقد أنا سمعت مثلا السلفيين يقولون نحن نؤمن بحرية المعتقد لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام حرية المعتقد عندهم هو أن تختار الإسلام بحرية وإذا اخترت دينا آخر فأنت ملعون ومنبوذ ولا بد من قتلك وكنا نعتقد بأن المتشددون المنتمون إلى الوهابية السعودية أو إلى الإخوان المصريين وحدهم من يتشدد في هذا الأمر فاكتشفنا قبل عامين بأن المجلس العلمي الأعلى الذي هو علماء المغرب المجلس الرسمي الذي يرأصه الملك يسأل من طرف وزير الأوقاف عن رأي ما رأيكم في حرية المعتقد فيردون من بدل الدينة وفاقتلوه بدون أي اجتهاد بدون النظر إلى التزامات المغرب الدولية بدون النظر إلى الدستور ولا إلى خطاب الملك محمد السادس ولا بدون اعتبار لأي تقدم أحرزناه عدنا إلى القرون الوسطى بشكل تهم هذا المجلس العلمي الأعلى فماذا نقول عن السلفيين وماذا نقول عن أنواع المتطرفين في نفس هذه الفترة نفاجأ هناك مفارقات كثيرة في المغرب لأن المغرب هو بلد المفارقات العجيبة نفاجأ بحزب العدلة والتنمية يعقد مؤتمره ويعلن حرية المعتقد أنها مقبولة لديه في ورقة المؤتمر مع العلم أنه قبل ثلاثة أشهر فقط قاوم وهدد بالنزول إلى الشارع إذا اعتبرت حرية المعتقد من الدستور المغربي كيف تقاوم قيمة ما وحقا من الحقوق لكي لا يدستر ثم تعترف به في مؤتمرك هذا هو الهديان وهو النفاق السياسي أيضا لأنه هدف حزب العدلة والتنمية هو أن يعرق إلى حرية المعتقد عمليا بالدستور وأن يتملق للطبق السياسي لكي يكون مقبولا بعد الانتخابات لكي يشارك في الحكومة وهذه غاية النفاق واللعب على الحبلين لكي نمر إلى الديمقراطية لا بد من توازن ولا بد من الحسن ولا بد من إيقاف الإضطهاد هناك اعتراف وهذه من المفارقات أيضا هناك اعتراف بثلاثة آلاف يهودي مغربي وليس هناك اعتراف بأزيد من أربعين ألف مسيحي بعض الإحصائية التي تروج تتحدث عن أربع واربعين ألف مغربي مسيحي مغربي من اعتنق المسيحي وهناك تقرير لمركز تابع للعدل والتنمية نفسه يديره مصطفى الخلفي الذي هو اليوم وزير الاتصال أصدر تقريرا حول التدين في المغرب تحدث فيه عن أن 150 ألف مغربي لهم علاقة بالتبشيريين 150 أهدا الطرف الآخر يعترف هو نفسه طيب إذن في هذا الإطار لماذا لا نعترف بمسيحيين ما هو الضرر الذي سيحدثه المسيحيون المغاربة بدولتهم وهم مواطنون أحرار ومواطنون صالحون لماذا؟ لأنهم يحرصون على خدمة الدولة بتضحيتهم ويحرصون على مصالح بلدهم لأنه هو بلدهم الذي ليس لهم بلد آخر غيره لهم جميع شروط وطنية وتتوفر فيهم هذه الشروط لماذا اضطهدهم؟ لأن هناك من ماذا لا يعتقد بأن التعدد في الدنيا مؤامرة مؤامرة لأن هناك في الخارج من يسعى إلى أن يكثر من المسيحيين لكي تصبح هناك أقلية مسيحية تطالب بحقوقها وما هو المشكل؟ لماذا تعتبر أن من سيطالب بحقوقك أقل يطرح لك مشكلا لأنك لا تنوي أن تعطي هذه الحقوق وسيدخل معك في صراع وتعتبر هذا فتنة هذه الحقيقة العقل الإسلامي لا يقبل الآخر ويعتبره فتنة لأنه ليس مستعدا لأن يعطيه حقه أو يعترف به وبينما الأقليات ليست مشكلة إذا كانت الدولة ديمقراطية وكانت القوى السياسية واعية بقيمة التعددية في السياسة، في التقافة، في الفنون، في الديانات في أنماط السلوك والوعي هناك سعي إلى تنميط المجتمع انطلاقاً من الدين وهذا شيء خطير كان موجوداً في الماضي وكان من أكبر عوائق تقدم في الماضي لماذا الآن ونحن على عتبة المرور إلى الديمقراطية يأتي من يقول على المغربيات أن يلبسنا هذا اللباس وعلى الناس أن يكونوا هكذا وعلى الجميع أن يتصرف مثل تجريدة عسكرية ينضبط لطرف واحد هو الذي يعرف ما هو الصالح من الطالح وهو الذي يحدد للناس الخير من الشر توحيد الزيت، توحيد اللحية، توحيد الدين توحيد كل شيء وهذا غير ممكن المجتمع البشري بطبيعته مجتمع متنوع والحكمة في تنوعه هو بناء الحضارة لأن الحضارة في طبيعتها فسيف سائية فيها عناصر وقد تحدثنا في حلقة سابقة تحدثنا عن مظاهر الوتنية والمسيحية واليهودية والإسلام في التقافة المغربية وفي التقوص الاحتفالية وغير ذلك الحضارة هي هكذا من يسعى إلى التنميط يسعى إلى بناء دولة الاستبداد والمشكل فيما يتعلق بالمسيحيين هو أن الكثير من الحقوقيين والكثير من الإعلاميين لا يعرفون ما يتعرض له المسيحيون لا يعرفون إلا بعض المحاكمات لأن المحاكمات تصبح علنية وتعرف ولكن لا يعرفون بأن البعض يستنطق في بيته أو يستدعى إلى الدوائر الأمنية بطريقة غير قانونية وهناك من ينتزع منه جواز صفر ولا يعطاه وهناك من تستزع منه بطاقته ولا تعطاه كما لو أنه ليس مواطنا كامل المواطنة وتلفق تهم غير تهم الدينية صحيح بمعنى عندما نريد أن نتخلص من مسيحي مغربي نلفق له تهمة غير لا على قلاب الدين لكي نحاكمه بشيء آخر هذه أساليب ينبغي أن تنتهي في اعتقادي المغرب مرشح لأن يكون بلدا استثنائيا في المنطقة من الناحية التجربة الديمقراطية أي المرور نحو الديمقراطية بشكل سلمي المغرب مثلا الآن في الأمازيغية يتصدر لأنه البلد الوحيد الذي يعترف بالأمازيغية لغة رسمية فهو إطار مرجعي علميا في هذا المجال عليه أيضا في تدبير شأد ديني أن يتصدر ليس بتكوين الأئمة في الإسلام الوسطي فقط بل أيضا في تكريم اليهود المغاربة وديانتهم وتكريم المسيحيين وديانتهم وإعطائهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية علنا في الكنائس لأن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب واعترف بها في دستوره تقول لكل واحد الحق في ممارسة الشعائر فردا أو مع الجماعة سرا أو علنا والدستور المغربي يقول أن منظومة حقوق الإنسان كل غير قابل للتجزئ إذن ليس من حق أحد أن يقول أريد من حقوق الإنسان هذا العنصر ولا أريد هذا ليس من حق لا الدولة ولا السلطة ولا مواطنين والتيارات أن تقول هذا إما تأخذ حقوق الإنسان أو تتركها وليس لك إلا أن تأخذها لأن دستورك يلزمك بذلك ومن بين حقوق المسيحيين أن يمارسوا شعائرهم في الكنائس وسمعت قبل شهور أو عام ونصف من قال إن الكنائس فارغ لا يصلي فيها أحد قائل قائل وهذا الكلام رجل جاهل لأنه لا يعرف بأن المسيحيين مضطهدين وأنهم يستنطقون وأن الأب الموجود في الكنيسة ملزم بحكم اتفاقي مع الدولة أن يطرد أي مغربي يقترب من الكنيسة وهذا سجلناه وكتبته شخصيا ونشرته من باب الدفاع عن مغرب أفضل يعني لا يهان فيه أحد ولا يضطهد فيه أحد أستاذ عسيدة نحن نعاني معاناة شديدة أولا لا يمكننا امتلاك مطبوعات مسيحية حتى في بيوتنا لا يمكننا ممارسة اجتماعات حتى في بيوتنا وأعرف اجتماعات صلاة تم اقتحامها اجتماعات صلاة لنساء فقط مسالمات تم اقتحامها من رجال شرطة وحدات وكأنها وحدات إرهاب يعني وحدات كبيرة اقتحامت اجتماعات يتم اضطهاد المسيحيين في أسماء أبنائهم ليس لهم الحق أن يختاروا أسماء مسيحية عليهم أن يختاروا أسماء إسلامية لا يمكن أن أسميه ابني بطرس مثلا أو مرقز أو حتى لو كان يعني تم تعديل الاسم مثلا لا يمكن كل هذا الأمر وهناك من يعتبر الخروج من الإسلام معادل مثل الشيخ الذي ذكرته يعتبره شبيه بالتجسس يربط بهذا الأمر السبب في هذا هو نوع من الخلط وقع فيه العلماء والفقهاء المسلمين والمتشددين الدينيين من الدعاة الذين كتروا وقعوا في خلط وهذا الخلط سببه أن العقل الإسلامي الذي يحتكر الخطاب الديني لا يستطيع أن يراعي الواقع المتحرك في الدولة الخلافة السابقة كان المسلمون يعتبرون أنفسهم جماعة منسجمة ومن خرج عنها كأنه سيخدم دولة أخرى دولة مسيحية فيعتبر جسوسا فيقتل لأنه يعني يعتبر الفقهاء وهذا طبع تأويل لهم تأويل لصالح السلطان ولصالح دولة الخلافة التي لم تكن عادلة بجميع المقيس يعتبروا أن من غير الدين خان لأنه سيصبح ولائه لدولة أخرى ولكن علماء اليوم نسوا شيء مهم وأنه في ذلك التاريخ لم يكن معنى المواطن موجودا اليوم المواطن المسيحي في المغرب له غير على بلده وليس على أي بلد آخر ينتمي إلى هذا الوطن وليس إلى أي وطن ويحمل بطاقة تعريفه ويناضل من أجله ويعترف بقضاياه الوطنية ويناضل من أجله بمعنى يمكن له أن يغير الدينه ثلاث مرات في اليوم الولاء للوطن لا يتغير لأن مبدأ الوطن للجميع والدين لله أصبح هو مبدأ الدولة الحديثة إذن هؤلاء الدعاة المتطرفون لا يراعون التاريخ ولهذا يكرهون التاريخ المتطرفون والعلماء المسلمين وفقهاءهم لا يقرؤون التاريخ لأنهم يخافون من الحقيقة لا يريدون مواجهتها إذا قرأوا التاريخ فسيصبحون ملزمين بأن يأخذوا بعن الاعتبار الواقع وهم لا يريدون الأخذ بالاعتبار الذين يجتهدون من المسلمين مثل مثلا الدكتور جمال البنة عندما قال أن حرية المعتقد حد الردة إنما صنع صنعان لمبررات وأسباب وكذا ودافع عن حرية المعتقد هوجم وتم تكفيره وتم تكفيره وأودي إلى غير ذلك لماذا؟ لأن الذين آدوه لا يستطيعون أن يقوموا باجتهاده الذي منطلقه المجتمع وتحولات العصر فهم خارج التاريخ التعبير الوحيد الذي ينطبق عليهم هو هذا أنهم جماعة من الناس يعني مثل كومبيوتر معطل أو برنامج معلوماتي متقادم متقادم لم يعد يمكن أن يعمل انتهت صلاحيته وما زلوا يعتقدون أن لهم يمكن أن يقدموا الحلول ولهذا السبب يصدرون الفتاوى المضحكة لماذا يضحك الناس المسلمون على فقهائهم لأنهم خارج التاريخ من ما زل يتحدث عن بول البعير ومن ما زل يتحدث عن رضاع الكبير أشياء مضحكة لأنهم لا يراعون الزمن والتاريخ وأعتقد أن ما تحدثت عنه يعود أساسا إلى هذه المسألة يعني أنت تعتبر من غير الدين خارج عن الولاء الدولة لأنك ما زلت تعتبر أن الدين دولة بينما في المجتمع العصري لم يعود الدين دولة أصبح الدين اختيارا فرديا والدولة للجميع والجميع ملزمون بالولاء للدولة وبخدمتها من منطلق أنهم مواطنون في فرنسا أو في إسبانيا إذا كان الوزير يهوديا أو مسيحيا أو ملحدا يعمل الجميع بنفس الشكل يمكن أن تغير وزيرا وتضع وزير أمامه من ديانة أخرى يؤدي نفس العمل بل هناك مسلمون فيه هناك وزيرات من أصل جزائري ومن أصل مغربي وكذلك ولا ينظر إليهم الناس من منطلق العقيدة بل ينظرون إلى العمل المسلمون ما زالوا بعيدين للأسف عن اعتبار الإنسان كقيمة عليا من خلال عمله وإنتاجه ومن خلال كونه جوهر عاقل سامي وما زال الإسلام يعتبر غاية في ذاته وهذا شيء خطير المسلمون لا يعطون الأولوية للإنسان أبدا الأولوية للدين ولهذا يمكن أن نقتل ونؤدي ونشرد ونعتبر أن هذا شيء مطلوب لأنه من أجل الدين كيف تقتل البشر الذي هو قيمة عليا وتضحي به من أجل عقيدتك بينما الإنسان هو الأول لماذا؟ لأنه وجد قبل الدين والدين جاء لكي يستعين لخدمة الإنسان لخدمة الإنسان لكي يستعين به الإنسان في خدمة كرامته إذا كان الإنسان قد أهينت كرامته يستعمل الدين لإعادة كرامته مثلما فعل الأمازيغ عبر تاريخهم لكن اليوم للأسف هذه أولوية المطلقة للدين على الإنسان خلقت للمسلمين متاعب كبيرة وأصبحت الآن تخلق مشاكل للدول الغربية نفسها التي أصبحت مهددة في استقرارها فعلينا إذن أن ننظر للإنسان أولا لو نظرنا إلى المغرب المسيحي كإنسان أولا سنحترمه ونحترم دينه لأن هذا اختياره الحر كإنسان وكمغربي ثم ما جدوى أن تقول للمغربي عليك أن تكون مسلما رغم أنفك وأن تخضع ما قيمة هذا الإيمان بالإكره نخلق متديني منافقين عندما تحاصرهم بالأسئلة وبالأدلة المحرجة يقول لك لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ألست عليهم بمسيطر فيأتونك بعشرة الآيات التي تثبت حرية ولكن بمجرد أن يصبحوا في موقع قوة تختفي تلك الآيات كما لو أنها غير موجودة ويستصبح نصوص أخرى هي التي تحاكمك فإذن هذا الإسلام دل وجهين ينبغي أن ينتهي علينا أن نحسم ماذا نريد هل نريد الدولة الدينية القديمة كيف يمكن أن تكيف العالم اليوم مع دولتك غير ممكن هل نريد أن نلتحق بالراكب ونؤسس للديمقراطية علينا أن نحسم إذا حسمنا لم يعد من حقنا أن نستعمل الأقنعة علينا أن نكون ذوي خطاب منسجيم إما أن نختار حجة القوة والإرهاب والقتل والدم والاعتداء وإما أن نختار قوة الحجة أي العقل والفكر والعلم والحضارة والمسلمون يترنحون بين هذين العالمين ولم يستطيعوا أن يحسموا بسبب أن في عمقهم يوجد تمزق حضاري لم يستطيعوا أن يقوموا برطقه وهذا لن يتم إلا بالاعتراف بالتخلف هناك عاقر أستاذ أحمد عصيد هناك عائق آخر تحددت عن رجال الدين وأنهم خارج التاريخ وأنهم لا يواكبون العصر لكن ماذا عن المجتمع؟ قضية الأكل في رمضان من الحريات الفردية أنه من حق أي إنسان في كل مكان في العالم أن يأكل وقت ما شاء إلا في البلدان الإسلامية لا يستطيع أن يأكل في رمضان ويعتبره المسلم تهديدا أو اعتداءا أو قلة احترام لمشاعره المجتمع أيضا متشرب للكثير من الأشياء التي لا تتوافق مع الحريات الفردية المثلية الجنسية مثلا الشخص الذي تم الاعتداء عليه في فاس المثليون الجنسيين يعاينون أيضا هناك أقليات كثيرة في حرياتها الفردية معتداء عليها من طرف المجتمع السبب الرئيسي في هذا هو عدم اعتبار الحق في الفضاء العام بالنسبة للأفراد عندما تعتبر أنك جماعة ولست مجتمعا أو دولة حديثة أنت جماعة دينية تقول أن الأغلبية وهذا معناه أنك تريد أن تدفع بالأقليات إلى بيوتهم لكي يختفوا لأنك لا تستطيع أن تنظر إليهم فهم يستفزونك أنت لا تقبل بوجودهم ولكن هم يعترفون بأنك موجود وأنت لا تستطيع أن تقبل إذن الإشكالية هنا هي أولا أن هناك من يريد أن يفرض في الفضاء العام قيم الماضي قيم الجماعة عوض القانون وقيم الدولة الحديثة ثانيا هناك من يخطئ في فهم معنى الأغلبية الأغلبية مفهوم في الديمقراطية ماذا يقصد به؟ يقصد به عملية التصويت من أجل فرز أغلبية تولى تسيير شأن العام ولكن في أي إطار؟ في إطار متفق عليه ومكتوب هو الدستور يضمان الحقوق الجميع هم يفهمون أن الأغلبية هي أغلبية تفعل ما تريد بالباقي أغلبية يمكن لها أن تضع في الدستور ما تريد مثل دستور الإخوان والسلفيين في مصر يعني انسحبت أربع كنائس وانسحب الليبراليون وانسحب اليساريون وبقي الإخوان وحزب النور السلفي يصنعون دستور مصر وحدهم ولم يتوقفوا ولم يقولوا لأنفسهم ما نصنعه لم تعود له أي مصداقية لأننا قد طردنا الجميع بنزعتنا الإقصائية علينا أن نحترم الآخرين ونصنع دستور لمصر وللشعب المصري بعد عام انقلب السحر على الساحر وعادت السلطة إلى يد العسكر بعد أن كاد الناس أن يتحرروا بطورة شعبية تعطي لكل دي حق حقه وساشلت الطورة بسبب الإخوان وبسبب السلفيين لأنهم فاهموا بأن الأغلبية هي أن يفعلوا ما يريدون والآخرون عبيد يخضعون وقد نسوا أمر مهم الأغلبية في الانتخابات لا تعني أغلبية الشعب حزب العدلة والتنمية حصل على مليون ونصف من الأصوات ولكن من أصل تمانية مليون صوت مصوت ومن أصل خمسة وعشرين مليون مواطن له حق تصويت ماذا تساوي مليون ونصف من خمسة وعشرين مليون من الذين لهم حق تصويت لا تتعدى ثلاثة في المئة إذن وزنك ثلاثة في المئة وتريد أن تمثل الشعب وأن تفرض على الجميع ما تريد لأنك لم تفهم بأن الديمقراطية هي قيم وليست عددية ليست رقمية ليست أنني حصلت على كذا سأفعل ستفعل في حدودي مع احترام الآخرين هذه الديمقراطية وهذا ينبغي أن يكون موجودا في الدستور لماذا يصلح الدستور لتحجيم المنتخبين لكي لا يعتدوا على غيرهم لأن هناك ضوابط لا يمكن أن تحكم كما تريد هناك دستور إذا لم يكن دستور ديمقراطيا فسوف لن تستطيع أن تكون عادلا حتى ولو حصلتها الأغلبية إذن الذين يحاكمون الناس بسبب أنهم لا يصومون في رمضان أو أنهم مثليون يريدون احتكار الفضاء العمومي لأنفسهم والدفع بالآخرين إلى الفضاءات الخاصة وربما فيما بعد ستداهم عليهم البويوت الخاصة كما يفعل بالنسبة للمسيحيين لكي يضطهدوا داخل بيوتهم إذن هذه عقلية ليست عقلية عصرنا الذي يعتبر بأن شعيرة الصيام لا تلزمه فلأنه غير مؤمن فالذي ليس مؤمنا بدين ما لا تلزمه شعائره وعلى المواطنين أن يدركوا ذلك السلطة تقول عندما أعتقل شخصا غير صائم إنما أنجيه وأحفظه من اعتداء الناس طيب لنفرض أن هذا صحيح أخبريني أيتها السلطة لماذا يعتدي الناس على هذا الشخص غير صائم لماذا يستفزون لماذا يشعرون بعدم الارتياح من رؤية شخص لا يشبههم هذا عطب في التربية لأن السلطة تربي الناس على نبض الآخر وعلى الأحادية وعلى نوع من النمطية في التفكير والسلوك ثم تأتي فيما بعد وتقول لك هذا مستفز للمواطنين ولكن أنت الذي صنعت المواطنين على هذا الشكل ليس لك إلا أن تعيد النظر في برنامجك التعليمي وفي الإعلام وفي سياستك العمومية لتخلق جيلا جديدا من المواطنين يقبلون بعضهم بعض ويحترمون بعضهم بعض لماذا العلمانيون وغير المؤمنين أو المسيحيون أو اليهود لا يؤديهم مشهد ازدحام الناس في المساجد وهم يصلون يشاهدون هذا من حق المصلين أن يصلوا لا يستفزنا ولا يؤدينا في شيء ولكن لماذا يتأدى هذا الناس من رؤية شخص يأكل في رمضان أليس الأجدى إذا أخذنا منطق الإيمان الحقيقي الأجدى هو أن يشعروا بالشفقة هذا شخص لن يذهب إلى الجنة سيحرقوا في النار لأنه لم يلتزم بشعير دينية عليهم أن يتأسفوا يتألموا له ويقولوا مسكين سوف يصل نارا ذات لهب هم لا ينتظرون أن يصل النار في الآخرة فهم يتدخلون في الدنيا ليعتدوا عليه لأنهم لا يقبلون الاختلاف إذن المشكل مشكل هؤلاء الذين يقولون إنهم يستفزون وليس مشكلة من يمارس حقه في ممارسة حريته الآن أصبح الأمر يمتد إلى الفنون يريدنا التحكم في الأفلام وفي الصينما وفي الأغنية وفي كلماتها الفن متمرد على كل تقاليد العبودية والسيطرة والهيمنة والاستبدال منذ أقدم العصور لا يوجد فنانون خضعوا وردخوا لسياسيين أو عسكريين إلا في ظروف خاصة وأنتجوا فنا هابطا في مستواه لكي يبدع الإنسان يحتاج إلى الحرية جوهر الإبداع في العلم في الفن في الأدب هو جوهر الإنسان وزوهر الفن هو الحرية المسلم يريد أن يحترم وهذا من حقه ولكنه لا يريد هو أن يحترم غيره ويعتبر ذلك حقا له أيضا وهذا شيء غريب إذا كنت تريد أن تحترم لا بد أن تحترم غيرك لكي يحترمك الغير والآن حتى في الدول الغربية حيث المسلمون أقليات لا يحترمون الناس في جوارهم ويطالبون بحقوق يعني يعتبر المجتمع قرودا وخنازير وأبناء القرد والخنازير ويعتبر نفسه أفضل منهم ثم يطالب بحقوق لكي تطالب بحقوق عليك أن تعترف أيضا بحقوق الآخرين إذن علينا أن نصل إلى هذا الوعي وأعتقد أن هذا فيه مصلحة الجميع مسلمين، مسيحيين، يهود، ملحدين، بوديين، بهائيين وعلى ذكر البهائيين أيضا صحيح يتعرضون لنفس الشيء البهائيون بعد موجة الإضطهاد التي تعرضوا لها في بداية الاستقلال ما زالوا إلى الآن لا يستطيعون حتى تصحيح ما ينشر في الصحف وقد قرأت شخصيا يعني مقالا كتبه صحفي جاهل لا يعرف شيء عن البهائية هذه هي المشكلة وكتب مقالا في ذم البهائية وفي هجوها وفي سب أهلها وقرأت المقال فكتبت مقالا أرد على أن هذه دعوة إلى الكراهية وأن البهائية ليست تحية وأن حتى هؤلاء الناس لو اختاروا هذا الدين فهذا حق لهم ولكن ما قدمته ليس صحيحا فاتصل بي أحد المواطنين المغاربة من بهائيين وهو طبيب وشكرني على ما كتبت وقال إنما كتبته هو سليم وما كتب في الصحفة للأسف خاطئ وقد ذهبت وهو يحكي وقد ذهبت إلى الجريدة وقلت لهم إنما نشرتمه صحيح وطلبت منهم تصحيح فرفضوا وقالوا لي عليك أن توقع باسمك وهو لا يستطيع لأنه ليست له حرية التعبير عن ديانته فإذا هذا النوع من الظلم ينبغي أن يرفع ويترك الناس لشأنهم وسوف لن يحدث أي ضرر بالوحدة الوطنية إذا كان كل في مكانه وبحقوقه الموفورة ويحمي القانون الجميع ويحمي القانون الجميع وتقوى الروابط الوطنية ليس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو اللون بل على أساس الانتماء إلى الأرض الحركة الأمازيغية منذ سنوات وهي تقترح أن على الهوية الوطنية أن تقوم على الانتماء إلى الأرض لأن الأرض أم الجميع هناك مسألة أخرى هل تعتقد أن الآن ربما نشهد آخر تحولات أو الصراع بين الدولة الدينية والدولة الحديثة نشهد هذه المرحلة الأخيرة وستتغلب قيم الحادثة على الدولة الدينية مثلاً ظهور وكالين رمضان في المغرب المفطيري رمضان ظهور حركات تمثل المثليين جنسياً ظهور حتى أصوات مسيحية تعلو وتتحدد في الجرائد وتدافع عن نفسها ظهور الإنترنت، ظهور اليوتيوب بإمكان إنسان أن يسجل هل تعتبر أن الآن نشهد نهاية تلك الحقبة وبداية حقبة جديدة؟ أعتقد أن هذا صحيح لأن وقع قرن من التحولات التي أخفقت في بلدان المسلمين ليس في كل بلدان المسلمين هناك نجاح تركيا بسبب تبنيها للعلمانيا بشكل واضح والآن حزب إسلامي يحكم ورغم ذلك يعني بقيت تركيا في رتبستاش اقتصادياً وغير ذلك بعض الدول الأسيوية التي لم تدخلها تقافة عرب الخليج أيضاً بقيت تحاول تلمص طريقها نحو الازدهار باستثناء هذه الأقلية من البلدان الغالبية عانت في القرن العشرين من انتكاسة مشروعها التحديثي إذن عشنا مصاراً طويلاً كان ينبغي أن يخرج هذه البلدان من الدولة الدينية تقليدية إلى الدولة الحديثة التي تساوي بين الجميع بغض نظر عن الدين لكن وقع فشل بسبب الأسباب التي ذكرتها الأربعة أسباب التي ذكرتها آنفاً الآن أعتقد أن ما يشهده العالم من فتن بسبب التطرف الديني للجماعات الإرهابية أعتقد أنه نهاية مرحلة فعلاً هناك انتفاضة المحتضر بالنسبة لهذا النموذج الذي يحاول أن يبقي على الدين في الدولة على أنه الأساس وأنه الكل ومعياره التمييز بين الناس وغير ذلك وأرى بأنه في النهاية منطق التاريخ لابد أن يتغلب لصالح اتجاه العام الذي هو اتجاه نحو إنجاح التحديث وإنجاح معنى المساواة ومعنى الكرامة الإنسانية لا يؤقل أن نتصور انتصار قوى الشر لأنها مضادة لمجرى التاريخ أنتم تلاحظون مثلاً في المغرب أن طيار المحافظ المتشدد يتباهى بأنه يحصل على أصوات في الانتخابات وأنه ينظم تجمعات جماهيرية كبيرة ولكن في النهاية ما تقرره الدولة يكون في اتجاه آخر مثلاً حزب العدل والتنمية موجود في الحكومة يكره المرأة لا يريد المساواة بين الرجال والنساء لا يريد رفع الميز ضد المرأة ورغم ذلك يجلس على كرسي ويوقع على اتفاقية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول رفع جميع أشكال الميز والعنف ضد النساء ويحصل على منحة أو ميزانية 45 مليون أورو لذلك وعليه أن ينفقها في هذا المشروع وهو ملزم بذلك وإلا فسيحاسب على تقصيره بعد أن وقع على اتفاقية يوقع على اتفاقية سيداو التي عارضها لسنوات يعني يروج لشيء في اتجاه ولكن في الحكومة يفعل شيء آخر لأن هناك التزامات عليا للدولة لا بد أن تحترمها أي حكومة فهذا هو الذي أسميه مجرى التاريخ اتجاه العام الذي نسر فيه وهناك انحرافات وانزلاقات مثل هذا التطرف والعنف وغير ذلك لكن في النهاية أعتقد أن مصير الإسلاميين هو العلمنة مصيرهم هو أن يصبحوا مثل الحزب الديموقراطي المسيحي أن تكون لهم أحزاب يعتبرون هادة مرجعية إسلامية ولكن بمنظور جديد كليا يحترمون فيه غيرهم ويعتمدون قيم العلمانية على أنها القيم التابتة في الدولة أعتقد أن التنازلات التي قدموها وما زالوا يقدمونها تسير في هذا الاتجاه نحن لم نتغير على مدى 40-45 سنة الأخيرة ما كنا نقوله في الديموقراطية وحقوق الإنسان ورفع الميز ما زلنا نقوله إلى الآن لم نتنازل عن أي شيء انظر إلى خطابهم قبل 30 سنة وانظر إلى ما يقولون الآن إنهم يتغيرون يتنازلون ويتنازلون لصالح ماذا؟ لصالح التاريخ ولصالح الواقع الذي هو أقوى من الجميع وأعتقد أن متفائل في هذا المجال بأنه رغم كل التضحيات ورغم كل المآسي التي نشهدها والتي يهان فيها الإنسان وتسحق كرامته أعتقد أن المستقبل سيكون الانتصار للإنسان وللإنسانية وستبقى الأديان ما بقي الإنسان لأن من يقولون أن هذا يهدد الإسلام هذا يهدد الإسلام الإسلام سيبقى كما ستبقى المسيحية وستبقى اليهودية وستبقى البودية الديانات تبقى لأن الإنسان بحاجة إليها ولكن عليه فقط أن يراعي حدود الاحترام لغيره يمكن لك أن تعيش متدينا وسعيدا ويمكن لك بسبب تدينك أن تكون أشقى الناس عندما تعتبر أن دينك ينبغي أن يلزمك بإيداء الآخرين والاعتداء عليهم وحرمانهم ستكون شقيا لأنك ستعيش صراعا يوميا وعندما تكون مؤمنا كاختيار فردي وتحترم غيرك ستعيش سعيدا والمسلمون لم يجدوا بعض طريقهم نحو السعادة من منطلق الإيمان لأنهم يعتقدون وهذا من مترصبات الفقه القديم يعتقدون أن مسؤوليتك كمؤمن هو أن تفرض على غيرك إيمانك وأن تجعل غيرك يخضع لإيمانك ويتبع طريقك ولهذا يشقى المسلمون ويسعد غيرهم رغم أن لغيرهم ديانات فأرى بأن المستقبل هكذا ستمر هذه الزوابع وسيكون هناك استقرار ترصى فيه الدول على أسس جديدة هي أسس العدل والمساواة الحرية سؤال أخير أستاذ عصيد لماذا يكرهك الإسلاميون؟ هو الإسلاميون لديهم مشكلة وهي أنهم لا يحبون من يعارضهم لأنهم يعتقدون أنهم يتكلمون باسم السماء ومن يتكلم باسم السماء لا يعارض فهو يمثل النبي ويمثل الله على الأرض وهم يخطئون في ذلك لأنهم في النهاية ليسوا إلا بشرا يخطئون ونحن لا نناقش إلا أفكارهم نحن نحترم الديانات كلها أنا شخصيا شديد الاحترام للديانات مختلفة وللمؤمنين لأنني أدافع عن حقهم في هذا الإيمان ولكنني لا أقبل أن يوظف الدين ضدي وضد حقوقي وأن أصمت وأقول إن الله هو الذي حكم علي بذلك الله عند الفقهاء وعند الإسلاميين هو رمز للعدل المطلق لماذا هم ليسوا عادلين؟ لماذا يتكلمون باسم العدل ويمارسون كل أنواع الظلم؟ إذا كان الإله والرب في كل الديانات هو رمز الخير المطلق لماذا في سلوكاتهم يعكسون أسوأ أنواع الاختيارات في الوعي والسلوك؟ وحتى في كلامهم لا يتكلمون إلا ليسبوك ويشتموك ويقضع لك في الكلام فهم يغرقون في نزعة أخلاقوية فولكلورية ولكن لا أخلق لهم لأن بداية الأخلاق هو احترام الآخر فإذا مشكلتنا مع هؤلاء الإخوان هم إخواننا في الوطن المغربية ولكنهم عليهم أن يدركوا بأننا نعيش في مجتمع متعدد وليس في جماعة وأن يدركوا بأن لكل الحق في أن يعبر عن أفكاره وأنها في النهاية أفكار بشرية لا ينبغي أن نضطهد ونقتل بسبب أفكار لأن الأفكار نسبية أفكارنا وأفكارهم نسبية بشرية وعلينا أن نتبادل لكنهم لا يحسنون التبادل لأنهم لا يرضون بالهزيمة بسبب ضعف حججهم عندما نواجههم بالحجج العقلية والعلمية الدامغة يعودون إلى الطعننا في ظهورنا بإشاعة الأخبار الكاذبة ضدنا وباختيار فيديوهات من دقيقة ودقيقتين وترويجها وهي تعود لمحاضرات من ساعة أو ساعة ونصف كل هذا التزييف وهذا التحريف وهذا التزوير سببه الضعف ضعف حججهم وضعف فكرهم وضعف قضيتهم وضعف أهدافهم ولهذا من مظاهر قوتنا هو أننا دافعنا عنهم عندما اعتقلوا وكنت من الذين أصدروا تصريحات للصحافة ضد معتقل معين عذب في السلفيون وكانوا يكفروننا ودفعنا عنهم من منطلق الدفاع عن الإنسان الدفاع عن الإنسان وعن حقه عندما لا يؤدي غيره الذين انفجروا في الدار البيضاء والذين مهدوا لذلك قد لا يتجاوز عددهم بضع عشرات ولكن اعتقل الآلاف فقلنا أن نخشى أن يظلم الناس بسبب ما حدث فدافعنا عنهم من هذا المنطلق خرجوا من السجن فاستمروا في تكفيرنا ونحن سنستمر في الدفاع عنهم إذا ظلموا ولكن لا ننقبل أن يظلمونا أستاذ عصيد الحديث معك شيق وأنا أحييك على جرأتك الظهور على برنامج السؤال الجريء هذه جرأة منك تحسب لك شكرك شرفتنا في البرنامج وإلى اللقاء شكرا أيضا على الاستضافة وتحية لجمهور القناة شكرا مشاهدينا إلى اللقاء في حلقة أخرى